قناة المسلم أخو المسلم الدعوية بوابتك للعلم النافع أن البلاء إنما ينزل بالذنوب ويرفع بالتوبة والإنابة قال الله سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجري خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن أول هذه الخمس قال لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فش فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا روى ابن ماجه وفي رواية ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا صلَّت الله عليهم الموت رواه الحاكم قال ابن حجر ففي هذه الأحاديث أن الطاعون قد يقع عقوبة بسبب المعصية فظهور الفواحش من أعظم أسباب ظهور الطواعين والأمراض المستعصية في الناس وحلو العقوبات الإلهية عليهم قال علي رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنف ولا رفع إلا بتوبة فعلى الناس إذا أرادوا أن يرفع عنهم الضر أن يلجأوا إلى ربهم وينوبوا إليه ويتوبوا جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه